الدستورية العليا السابق وعضو لجنة الإصلاح التشريع وعضو لجنة العشرة التي وضعت الدستور سيدة المستشار صباح الفل وأهلا بيكم صباح الخير فانا معالم سيادتك وأهلا من السادة المشاهدين جميعا أنا في البداية فاندم قلت أن مجلس النواب القادم هيكون له دور كبير جدا في التشريعات اللي تم تأجيلها من المجلس السابق أو الدورة السابق لو حددت تقول لي إلى أي مدى كلامي صح هل القوانين اللي احنا داخلين عليها اللي مفروض مجلس النواب القادم إن شاء الله 2021 حينقشها هل هي بالأهمية وشكل النائب اللي حينقش هذه القوانين حيب أعمل إزاي هو حضرتك تناولتين وقتين مهمين جدا القوانين التي سوف تجري مناقشتها أو استقمال مناقشتها مهمة جدا تهم الشرع المصري تهم المواطن المصري ودي بالتالي بتلقي مسئولية جسيمة على عاطق أعضاء مجلس النواب الجدد لكي يبدأوا المناقشة بعد الاطلاع على القوانين بعد الأحاطة بما ورد بها النائب اللي حينقش لازم يكون على دراية بما يحدث في الشرع المصري على دراية بمتطلبات المواطن المصري على دراية بمستقبل مصر ومستقبل الإنسان المصري يجب أن يكون النائب على دراية بهذا كله حتى يستطيع أن يناقش هذه القوانين وأن يقدم مساهمة رائدة فعالة في إخراج هذه القوانين إلى النور وبالتالي يجب أن يكون مستعد من كافة المناحي للدراسة والبحث والتأصيل في هذه القوانين طيب برضو خليني أتكلم على شكل النائب اللي حيبقى موجود دايما النائب في مجلس النواب مرتبط بنائب خدمات هل هو نائب خدمات فقط ولا هل هو أيضا يجب أن يكون نائب سياسي متخصص له باع في العلاقات الدولية يعني ما هو شكل النائب حضرتك يعني ده نقطة مهمة جدا لأنه كان المطورس عندنا في المفهوم التقليدي عندنا أن النائب هو نائب خدمات مهم جدا أنه يقدم خدمات لأهل الدايرة طبعا ودي مسألة ما فيش خلاف فيها بصوتهم بمثلهم واجب علينا هو بيمثلهم لكن في الوقت نفسه أفندم هو مش بيمثل دايرته بس ده بيمثل مصر كلها يعني لازم نعرف وليزم هو يعرف أنه مش ممثل عن دايرة واحدة بس دا ممثل عن مصر كلها بيمثل الشعب المصر كله بكل جمعه بكل انتماءاته بكل توقفه بكل أماله بكل أحلامه فبالتالي يجب أن يكون عنده دراية بالمواضيع الدولية دراية بالعلاقات الدولية بالمشاكل الدولية التي تتحيط بمصر يجب أن يكون عنده معلومات كاملة عن الأزمات الداخلية وعن المشاكل الداخلية كل هذا يجب أن يكون على دراية واسعة به وأن يكون مستعد لمناقشاتها والتباحث بشأنها وتقديم الحلول المناسبة لهذا كله نعم طيب كان فيه كلام كتير عن إمكانية الطعن على الانتخابات البرلمانية الحالية يعني معنى كده أن احنا ممكن نشوف أضايا بترفع على عدم دستورية الانتخابات والله يا فندم الكلام ده دايماً بيتقال في كل انتخابات ليه طيب بيتقال لي يا فندم وليه بيتعامل طالما بيتقال في كل انتخابات والانتخابات بتقوم بتقوم بالزبط فهمت أنت حضرتك عارفة أكتر مني أن المتربصين بمصر كتير قوي يا فندم وحوالينا في كل مكان من يعني دأبهم ومن يعني خطتهم العامة التشكيك في كل ما يحدث في مصر التشكيك في سلامة الانتخابات التشكيك في الإشراف القضايا على الانتخابات التشكيك في صحة النتائج طب يا فندم إيه اللي ممكن يتعمل أكتر من كده أكتر الشفافية اللي بتحصل دي كلها يا دي مش كفاية لما يبقى فيه قاضي لكل صندوق وده مش كفاية لكن برضو بنشاكك في القضاء يعني وصل الأمر نحن بنشاكك في القضاء ما يحصلش الكلام ده المتربصين بينا كتير يا فندم وبعدين أي واحد ما بينجحش في الانتخابات يعني بيسقط مصر لا يوجدش في الانتخابات بيتهياله أنه تم التلاعب في نتيجة الانتخابات وأن الانتخابات لم تمضي على الوجه الصحيح وبتسمى بيرجأ للقضاء وبيرفع قضية وده من المحكمة أصل التلاعب كان ممكن يبقى فترة ما لكن التلاعب